الناشط السيسي ووزير التربية السابق محمد الحامدي أكد اليوم في تدويننا جراء على حسابه وعلى موقع فيسبوك أنه تلقى اليوم استدعاء من مركز الأمن الوطني بلافاييت في تونس العاصمة للمثول أمام الفرقة الوطنية للبحث في جراءة من الإرهاب والجريمة المنظمة والميسة من تراب الوطن ببشوشة بشكون هذا غدوة العشرة امتعص به حسب التدوينة اللي معناها انشرها محمد الحامدي وحسب الموضية المتوفرة حسب موزيك فإنه ينتظر الاستماع التصريحات الحامدي بخصوص القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وذلك بمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في قضية التآمر على أمن الدولة اليوم نفذ عدد من النشاطة وممثلي الأحزاب والجمعيات وأهل الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة نفذ اليوم السباح وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستأنف بتونس وهذا مساندة منهم للموقوفين وللمطالبة بإطلق سراحهم تزامنا مع النظر في مطالب الإفراج اللي اتقدموا بها وأعتبر أمين عام حزب العمال حمى الهمامي في تصريح المزيك اليوم بأن القضية هذه قضية سياسية والهدف منها ضرب المعارضة وفق تقديره وقال أن الوقف هذه دعت لها التنسيقية القوى الديمقراطية تطالب كذلك بإطلق سراح الموقوفين على خلفية المرسوم 54 سيء الصيد كما قال ووقف التتبعات ضد النقبيين والصحفين حمى الهمامي أكد أن حزبه مع محاسبة كل المتورطين في ملفات نهب المال العام والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر ولكن في إطار احترام حقوق الدفاع وقضى مستقل بعيدا عن كل منطق لتصفية الحسابات السياسية من جهته رئيس جبعة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشبي اعتبر اليوم في تصريحات أعلمية بأن هذا التجمع من الناحية الرمزية لمختلف القوى السياسية حول عائلات الموقوفين لمعالجة المساجين السياسيين بمناسبة النظر في مطالب الإفراج عليهم وهي خطوة أخرى لتقريب وجهة النظر بين المعارضين الشيء بيقول بأن الموقوفين السياسيين منذ أكثر من أربعة شهر حتى حد ما يعرف عليش تم إيقافهم من الناحية القانونية وشنو أفعالهم المجرمة وإلى متى سيتواصل إيقافهم من جهتها المحامية دليلة مصدق أكتت في تصريحات الموزيك دليلة مصدق هي شقيقة جوهر بن مبارك أكتت في تصريح الموزيك اليوم عبرت على أملها في أنه يستفيق القضاء ويقوم بدوره في حماية الحرية وحقوق الإنسان وأشارت دليلة مصدق إلى أنه عشرات المساجين السياسيين في السجون دون أدلة تذكر ودون ارتكاب أي جرم حسب تعبيرها وقالت مصدق بأنه الموقفين قادين يميرسوا في السياسة وباش يواصلوا يميرسوا السياسة ومعارضتهم لسلطة القائمة وهذا لا يبرر إيديهم السجن حسب قولها من جهته سجل النطق رسمي باسم الحزب الجمهوري وسيم الصغير في تصريح الموزيك اليوم أنه المتابع لهذه الوقفة الاحتجاجية يلاحظ أنه لأول مرة منذ 25 جوليا يتم تسجيل حضور جل المكونات السياسية والنقابية والحقوقية في تجمع واحد ويعتبر أنه هذه السابقة لها مضامين عميقة في كون الاستبداد لا يمكنه سوى تجميع مختلف القوى حسب تقديره وأفيد استخير بأنه رسالة هذه الوقفة تكمن في رفع يد منظومة الرئيس قيس سعيد على القضاء يقول رسالة تتمثل في رفع يد منظومة الرئيس قيس سعيد على القضاء اللي أصبح وسيلة خاضعة لضغط وترهيب السلطة التنفيذية وهو ما تم تسجيله في بيانات جمعية القضاء حسب قوله للإشارة فإن دائرة الاتهام كانت أجلة الأسبوع اللي فيت البت في مطالب الإفراج على المتهمين لانتظار ورود القرار القضائي المتعلق بمنع التداول الأعليمي في ملف القضية ويشار إلى أنه قاضي قاضي التحقيق بالقطب القضاء لمكفحة الأرهيب رفض الإفراج عن جل المتهمين الموقوفين ولم يوافق على الإفراج سوى على العضو في جبهة الخلاص شيء ما عيسى إلى أنه أنيابة العمومية استأنفت القرار وبالتالي تم الإبقاء عليها في السجن قرارات مهمة جدا وتاريخية لوزيرة العدل عندما تتوفر الإرادة السياسية نجد أنه ينجم يتم تحقيق أمور على أرض الواقع نحكيه في التوصيات اللي أصدرها رئيس الجمهورية في علقة بالشيك دون رصيد خاصة أنه فيما عقوبة سجنية اللي عاملة أشكالية كبيرة واللي منذ سنوات طويلة وعدة أطراف تطالب بمراجعة هالقوانين هذية وزيرة العدل تقدمت بمقترح المقترح هذية يفيد بحذف العقوبة السجنية في قضايا الشيك دون رصيد اليوم لجنة التشيع العام في البرلمان عملت جلسة تحت إشراف رئيسها يسر قراري وبيحضور كل من حسين محجوب نائب مساعد الرئيس المكلف بالتشريع وسيرين لمرابط نائب مساعد الرئيس المكلف بالأعلام والاتصال خصيصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل وهذا في إتار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد في مستهل الجلسة وضح ممثل وزارة العدل أن تعديل أحكام الشيك دون رصيد يندرج ضمن استراتيجية أعدتها الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية ودفع الاستثمار وهي مقاربة جديدة تكرس دور العدالة في الاقتصاد الوطني تختلف على سابقاتها من المقاربات التي كانت تقوم أساساً على حماية الحقوق والحرية وضحوا بأن الوزارة شرعت في أعداد دراسة في الغرض ترتكز على ثلاثة محاور كبيرة تتمثل في تشخيص للوقع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ينبني على إحصائيات ومعطية تعلمية يكون مصدرها الجهة المختصة اللي عندها علقة بالموضوع الأتلاع على الإجراءات المعتمدة على مستوى التشريع التونسي والتجارب المقارنة في طريقة تعاملها مع مسألة الشيك دون رصيد وما أفضت إليه هذه التجارب من نتيج وتأثيرات تشريعية واقتصادية واجتماعية والمقاربة المقترحة من قبل وزارة العدل كما أشاروا ممثل وزارة العدل إلى تطور التشريع لمسألة الشيك دون رصيد وأهم تنقيحات المجلة التجارية اللي أجريت فيما يتعلق بأحكام الشيك وإلى ضرورة تحديد الهدف من التنقيح اللي بشيتم فيما يتعلق بالفصل 411 منها وأكدوا أنه الوزارة ويعية بأهمية تعديل أحكام الشيك دون رصيد وتداعيته على مستوى الاقتصاد الوطني وضرورة أنه تكون المقاربة اللي بشيتم معتمادها في التعديل في إطار الموائمة بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية المصادقة عليها وفي هذا الخصوص استعرضوا ممثلوا وزارة العدل جملة من المقاربات المقترحة تمثلت أساسا حول إلغاء التجريم إلغاء العقوبة السجنية الإبقاء على العقوبة المالية تعديل إجراءات التسوية رفع التجريم بصفة جزئية تسقيف الشيكات وبارشة حاجات أخرين اللي هما ينجموا يحلوا بارشة إشكاليات اشتركوا في القناة